أهلاً وسهلاً بكل التنميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطالة استعداد لفروض المرحلة الثالثة والفرض الأول للدورة الثانية للمستوى الرابع ابتدائي نشوف نموذج للفرض الأول الدورة الثانية مادة الرياضيات للمستوى الرابع ابتدائي إذن نموذج على شكل بدأ فأتلقى في الوصف إذن أخدمه هذا النموذج مع الشرحة إذن أول سؤال والأسئلة من الأسئلة الاعتيادية هي أضع وأنجز يعني سأضع العملية بطريقة عمودية وأنجز العملية عندنا نعمل يصال يمين 600 في 8 كم تساوي إذن ديما ما كيكون عندكم مثلاً هنا عددين كنتداب الكبير باش كتجيني عملية أوكي كتجيني سهلة إذن نعمل 600 إذن سنكتب 608 في ماذا؟ في 8 600 في 8 خطة إذن نبدأ هنا أخذكم تكونوا حفظين مزيان جدول الضرب إذن أكينا واحد تطبيق في إنتاج قناة تعلم مع أدموئيات في كيفية يعني تحفظ جدول الضرب بطريقة سهلة وتفاعلية إذن 8 في 8 كم تساوي 64؟ نكتب 4 ونحتفظ بستة 8 في سفر إذن سفر أي حاجة كندربة في سفر هي سفر 8 في سفر سفر زائد ستة تساوي ستة 8 في ستة كم تساوي 48؟ إذن سلينا إذن 600 في 8 إذن الحاصل هو 4864 ننتقل إلى العملية الثانية إذن 4 هنا معديش مشكل حيث تكون وجو أرقام إذن كما بديت إذن 34 في ماذا؟ في 65 هنا خط إذن العملية أمدو 5 في 24 نكتب ماذا؟ نكتب سفر ونحتفظ بإثنان 5 في 3 خمسة عشر زائد 2 سبعة عشر إذن شنو كنعمل في الثاني؟ نحن نعمل واحد النقطة عدا كنبدأ إذن نبحث نقطة وكنبدأ 6 في 4 أربعة وعشرون إذن أكتب ماذا؟ أكتب أربعة وأحتفظ بماذا؟ بإثنان 6 في 3 تمانية عشر زائد 2 احتفظ تساوي 20 إذن هنا كنعمل جمع الزائد وكنجمع إذن سفر زائد سفر سفر سبعة زائد أربعة إحدى عشر أكتب واحد وأحتفظ بواحد واحد زائد واحد إثنان زائد سفر يعني إثنان إذن أكتب إثنان وإثنان زائد سفر إذن هي إثنان إذن الحاصل هو والنتيجة هي إثنان هنا هاي النتيجة حاصل 34 في 65 تساوي 2110 ننتقل إلى العملية الثالثة سبعمائة وأربعة وعشرون في 53 إذن هنا عنده بالكبير إذن عنده هنا سبعمائة وأربعة وعشرون في ماذا؟ في 53 إذن هنا خط إذن نبدأ ثلاثة في أربعة كم تساوي؟ اتنى عشر اكتب اتنان واحتفظ بماذا بواحد ثلاثة في اتنان كم تساوي ستة زائد واحد سبعة ثلاثة في سبعة واحد وعشرون انا كتبها كامرة اذا واحد وعشرون اذا ننتقل هنا خلص نعمل النقطة عذاك نكمل هنا نمشي للرقم الثاني خمسة في اربعة عشرون اكتب سافر واحتفظ اذا باتنان اذا خمسة في اربعة عشرون اكتب سافر واحتفظ باثنان خمسة في اتنان كم تساوي عشرة اذا عشرة زائد اتنان هي اتنى عشر اذا اكتب اتنان واحتفظ بواحد اذا خمسة في سبعة خمسة وتلاتون زائد واحد هي ستة وتلاتون وهنا نعمل الزائد اذا هنعمل خط باش نجمع اتنان زائد سافر اتنان سبعة زائد سافر سبعة واحد زائد اتنان تلاتة إذن ستة زائد اثنان تمانية وثلاثة زائد ثفر ثلاثة إذن سلينا وحصلنا على هنا سبعمائة واربعة وعشرون في ثلاثة وخمسون تساوي ثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة واثناني وسبعون إذن سلينا ننتقل إلى كيسيون دو سؤال تاني بالفرنسية جو كالكولا سامب و جو سامب لفتان كيلي بوسيبل أشنو معناها؟ إذن نحسب هنا عدد كسري هنا مجموعة عددين كسريين إذن شنو عنا نعمل؟ نجمعهم أوكي؟ وهنا عندنا الفرق إذن نجمعهم من بعد شنو عنا نعمل؟ نختازل سلي بوسيبل لكن ممكن نختازل إذن نبدأوا واحد زائد ستة على ثلاثة إذن واحد زائد ستة على ثلاثة مادة تساوي إذن ديما مكيكون عندنا واحد رجعوا لعدد كسري كيبا مغينا؟ ثلاثة على ثلاثة كسوي واحد أربعة على أربعة كسوي واحد مليون على مليون كسوي واحد إذا احنا باش نجمع عددين كسريين ممكن نجمع بطريقة العادية خاستني كنا عندي مقام واحد إذن عندنا العدد كسري كيتكون من بص للفوق ومقام له والتحت إذن باش نجمع عددين كسريين خاستني أول حاجة نوحد المقام إذن مادام هاد واحد ممكن نكتبها إذن شنو المقام المشرك لعنها خدوة 3 إذن واحد كيفش أن نكتبها؟ 3 على 3 باش كزيني السهلة 3 على 3 هي واحد إذن زائد 6 على 3 أشنو نعمل؟ ده بخصني مقام واحد شنو مقام واحد هو 3 إذن كنعمل هنا خط ونعمل 3 إذن شنو عن جماع؟ إذن كنجماع إذن كنجماع عندي مقام واحد وكنجماع البسطين إذن البسط 3 زائد 6 صافي وكنجماع 3 زائد نزل بعد المقام باش من نساشي 3 زائد 6 كم تساوي؟ تساوي 9 إذن 9 على 3 أو نختزلها 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 9 على 3 3 على 3 هي 1 إذن كتساوي 3 إذن 9 على 3 تساوي 3 وهو حصلنا على عدد مبسط نمشو العملية الثانية إذن هنا عنا جوج ناقص 4 على 5 إذن شنو المقام مشارك لعن ناخده؟ مدام هذا عنده اعتبرنا جوج على 1 إذن مقام لعن ناخد هو مدام 5 إذن بعدها هنكتب هنا كيفاش هنحصل على هنا واحد إذن باش نحصل على 5 خسني نضرب جوج في 5 إذن شنو كنعمل؟ إذن الجوج هي عشرة على خمسة ناقص إذن خلي أربعة ما نقيسهش أربعة على خمسة إذن شنو المقام مشارك لعن نزل هو خمسة خمسة إذن شنو عنا من هنا عندي طرح إذن نفس القادية كيما نجمع كيما ترخص نواحد المقام ومن بعد إما كنجمع البسطين أو كنطرح البسطين إذن هنا شنو عندي عشرة ناقص أربعة كم تساوي؟ نزل مقام ونحسب الفوق إذن عشرة ناقص أربعة كم تساوي؟ ستة على خمسة إذن وشنو ممكن نختزله؟ لا إذن هذا هو إذن الحاصل إذن هنا هنمشي ودابة إذن العملية الثالثة إذن هنا ناقص أربعة على تسعود ناقص أربعة على تسعود هنا سهلة لأن هنا يعطينا المقام محدد إذن نعمل أحد إذن خط كبير اللي فيه المقام مشارك اللي هو تسعة وهنا نعمل 14 ناقص خمسة أربعة عشر ناقص خمسة وننزل المقام و14 ناقص خمسة يشحل هي تسعود أوكي؟ وتسعود على تسعود رأي هي ثلاثة على ثلاثة واحد تسعود على تسعود واحد مليون على مليون واحد إذن هي واحد إذن حصلنا على واحد إذن ننتقل إلى السؤال أو التحويل إذن أكمل بالتحويل إلى الوحدة المطلوبة إذن أول حاجة ديمة باش يكون سهلة حاولوا أنكم فيه بالنسبة للتحويل يكون قدامكم الطابلو شحل محد كيقولي عن خدم يعني التحويل في الدماغ ديالي ولكن يعني الطابلو كي سهلة ليا إذن عنشوفوا بالنسبة عنا 96 قنطار عنا حاولوها الكيلو جرام إذن هذي واحد فيها كل شي فيها الأطوال كوتال الساعات إذن هنا 96 قنطار إذن 96 قنطار ديمة الوحدة فين كننزلوها؟ كننزلوها في اللي عندنا هنا عنا نستخصة نزل في القنطار ونعم 96 إذن أشنو مطلوب مننا نحولوها؟ إذن بالنسبة للـ 90 قنطار نحولها لكيلو جرام إذن شنو كان عمل كنزيد الأصفار إذن هنا هنزيد الأصفار وعطتني 1600 إذن وعن جي نكسبها 1900 هنا 1000 و 600 كيلو جرام نمشي ودابة الثانية أشنو عندنا؟ 25 إذن عن نزلوها وربعة إذن 25 فايش الهيجو جرام إذن هننزل هنا ديمة الوحدات كتكون هنا وعندنا شحل ديجا جرام عندنا أربعة إذن شنو نعمل عن نزل أربعة نجي نزلها هنا إذن فهمتوا كيفاش؟ إذن كننزل ديمة الوحدات في الوحدات إذن عندنا هنا بالنسبة إذن هنا هننزلوها وليش هنحولوها لديجا جرام إذن تبعوا معي هننزل أربعة هنا وكي نحصل على الديجا جرام سنكمل بالأسفار وعندنا 25400 ديجا جرام إذن هنكسبه هنا ونجي نكسب النتيجة هيدا بهذه الطريقة ما تخطأش إذن 25400 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووماوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نحوّلها الغرام في هذه الحالة لا يوجد أصفر نحوّل فاصيلة 40.0 غرام ننتقل إلى السؤال الموالي وعالج بيانات الجدول حسب المطلوب طول بالسنتيمتر ووزن بالكيلوغرام أحمد جمال عبداللاطف والوزن والطول أتقل وأخف نقصد الوزن أطول وأكثر نقصد هنا بالطول أتقل هؤلاء الرجال أخف نقصد الوزن أخف نقصد الوزن أخف نقصد الوزن هكذا جمال متر 2 أقصد 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 المتر 68 متر 65 أقصد هو عبد اللطيف إذن كان هذا هو النموذج الرياضيات هو في المتناول إذن نتمنى نكون في تكم شكرا وإلى اللقاء